وقع بمدينة سيئون اتفاقية تسليم موقع مشروع توريد وتركيب وتشغيل منظومة طاقة شمسية نظام هجين قدرة ألف كيلو وات لتشغيل أبار حق الجثمة بسيئون بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع اليونيبس ويشمل مشروع توريد وتركيب كافة المكونات الخاصة بالمنظومة الشمسية وملحقاتها بما في ذلك أنظمة المراقبة للشعاع الشمسي وحالة التقص والتحكم عن بعد عبر الأنترنت وتخزين البيانات وتحليلها بالإضافة إلى جمع الأعمال المدنية والإنشائية المرتبطة بهذا العمل وفي مرسيم التسليم عبر وكيل محافظة حضر موت لشؤون مدريات الوادي والصحراء عامر العامري عن اعتزاز السلطة المحلية بالشراكة الفعالة مع منظمة اليونيبس وتدخلاتها في الكثير من المشاريع في مختلف المجالات اشتركوا في القناة